63 مليون جنيه استطاع شابين عاطلين أن يقوموا بتجميعهم من النصب والاحتيال على المواطنين وتم التوصل لهم وكشف عملية النصب من خلال أجهزة وزارة الداخلية التي تسعى لكشف مثل هذه الجرائم حيث انتشرت مؤخرا عمليات نصب كتير على المواطنين حيث يقوم الشخص المحتالب تجميع أموال من البعض بحجة السفر للخارج وبيع وحدات سكنية وأيضا بحجة تحقيق مكاسب كبيرة من مشاريع وهمية فكيف تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من الوصول لهؤلاء المحتالين وما هي تفاصيل عملية النصب التي يقاموا بها كل هذه التفاصيل عنوضح لحضراتكم من خلال تقطيطنا كما سنستعرض معكم الجهود التي قامت بها وزارة الداخلية لكشف مثل هذه القضايا وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرمية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات زول أنشطة الإجرامية وحص ورص ممتلكتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الجهاز الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عطلين مقيمين بالأسكندرية لقيامهم بغسل الأموال حصيلت نشطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفرها للخارج وإزهارها وكأنها نتجة عن كائنات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية ومراكب الصين وقدرة أفعال غسل الأموال التي قام بها المذكوران بـ 63 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللذبة تسعى مؤخرا أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة تلك مرتبطة بجرائم النصب والاحتيال على المواطنين وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص والذي له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغب شراء وحدات سكنية بمحافظة الجيزة ويهمهم بقدرته على تخصيص تلك الوحدات لهم مدعيا علاقته بمسؤولي الشركة المالكة للوحدات على خلاف الحقيقة وعقب الإقاع بضحايا وإجراء معينة على وحدات سكنية خالية قام بطلب مبالغ مالية منهم كمقدمات حجز لتوردها للشركة وتسليمهم عقود بيع ابتدائية مزورة منسوبة للشركة وعقب تقنية الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة 3 أكتوبر بالجيزة وبحافظته عقود بيع خالية البيانات منسوبة لأحد الشركات الإسكان وهاتف محمول مستخدم في نشاطه الإجرامي وفحصه فنيا تبايا احتواءوا على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وأمكن الاستدلال على ثلاث مواطنين من ضحايا المتهم وقرروا تعرضهم لواقعة احتياله والاستلاع على أموالهم بالأسلوب الإجرامي المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفي محافظة الإسكندرية أيضا تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال حصيلت نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفرهم من الخارج وإظهرها وكأنها نتجة عن كانت مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وأيضا شراء السيارات وزي ما قلنا حضراتكم قدرة الأموال اللي قام بتجمعها بعشر مليون جنيه في محافظة المينيا أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل بالنصب والاحتيال على عدد من عملاء البنوك من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم من خلال تلقيهم وكلمات هاتفية ويهمهم بأنه موظف خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوب إحدى الجهات الحكومية وفزهم بجوائز مالية أو منحة أو تحديات بياناتهم البنكية ومساعدتهم في الحصول على قروض واستخدام بياناتهم في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسويق الإلكتروني وعقب تقنين الإجراءات تم تحديده وضبطه بحوزته 2 هاتف محمول وبفحصهم فنيا تبين احتواءهم على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال على النحو المشاريلي ومواجهته أقر بنشاطه الإجرامي من جهة أخرى وصلت وزارة الداخلية ضربات الأمنية لجرام الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضربة بأسعار العملات عن طريق إخفاءها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي وما تمثله من تدعيات سلبي على الاقتصاد القومي للبلد أصفرت جود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومدريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 35 قضية إتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية كرابة 12 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبيواصل الرجال الأمن من وزارة الداخلية ملاحقة الخارجين عن القانون خاصة المتلعبين بالعملات الأجنبية لسيما بأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه خلال الأيام اللي فاتت وهناك عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجريمة حيث نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 مليون جنيه كل من خالف أي من أحكام المواد في القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي الدولار كما نصت المادة 126 مكرر على أن يعاقب بسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة تسوي المبلغ بحل الجريمة كل من يتعامل في النقد الأجنبي الدولار خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة في نهاية الأمر لازم نخلي بالنا في أي معاملة مالية إحنا بنعملها سواء مع بنك أو سواء مع شركة عقارات أو سواء في أي حدى لازم نتأكد مرارا وتكرارا من أن الشخص هو مش شخص نصاب ومش عايز يحتل علي أتأكد إزاي؟ أتأكد عن طريق التحري والتقصي وأنني أروح للمصدر الأساسي لو بنك أروح للفرع الأساسي بتاع البنك ما يبقاش فيه دايما وطسيط بيني وبينه لأن عمليات النصب زي ما قلنا لحضراتكم انتشرت بشكل كبير جدا وهو بقى كل الناس هدف للنصابين والمحتلين مشاهدين إلى هنا تنتهي تقطيتنا شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة وإلى لقاء